هذا وقد اعتمدت قمة الرياض تعيين الكويتية دكتور نايف الحجرف بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتولى مهمه اعتبارا من شهر إبريل المقبل خلفا لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي شغل هذا المنصب منذ الأول من إبريل عام 2011 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة